دورك في راجعين يا هوا كان مختلف عن الأدوار الشهرية والجميلة لا راجعين يا هوا دي كانت ستة برضو مصيبة يعني عارفة راجعين يا هوا ده أنا عملته تقريبا أنا جالي تليفون على الهوا كنا في نص رمضان خلاص المسلسل بيخلص فقال لك بتاع زينة طب تعالي قلت عايزيني في ايده لعمل ايده دلوقتي يعني فقريت لقيت ست بتجاوز جوزها يعني ما تبتقولين مشاكل ستات ده انت كده اللي عاملها مشاكل يا زين ده ما نعملها مشاكل يلا ونرجع نكمل كلام يلا بصراحة يا حجة اعتدال أنا مش عارفة اعتذلك ازاي انت عارفة الولادة اليومين بقولي يعني التفاهم بيبقى صعب معهم شوية وانا مش جاية لومك والعدمك يا حجة شريفة ابني وبنتك يا اختلوليهم نصيف في بعض محدش هيقدر يمنعهم الحمد لله شيلتي عني الحرج خلينا فيك انت يا حلوة فيي انا ايه عملا نمحلك من المرة اللي فاتت ما لقطهاش لا يا اختي لقطها وتجهلتها جايبالي عريس الله اكبر عليك انا قلت برضو ان زكائك مش هيخونك اسمعي يا اختي انا مرات عبدالله مختار الأولانية وخطبله التانية بأدي ومجوزها له كمان تصدقي وتأمني بالله لا اله الا الله مش عارفة انت عملتها ازاي يا اختي من قدامي احسن ما يبقى من ورايا وبيني وبيني كده ايه الكلام دا من قدامي احسن ما يبقى من ورايا تريه مشاكل ستات طبعا نعمل تب يا هادير هو كده كده الراجل بيبقى عايز يتجاوز امه يتجاوز من قدام احسن يتجاوز من ورا انتش دينا شايفة كده يعني مش قال لا والله العظيم وشارع ربنا مسنا وسلسوا الراجل من حقه يتجاوز اربعة اللي عنده قدرة يتجاوز بس بصي مهنيها هو لو راجل مهني مراته وعايز يتجاوز انا معنديش مشكلة دا رأي زينة على يعني مسئولية زينة يا جماعة انا بحاجة ان كل شيء يبقى على نور محدش يخدع حد اه والله العظيم تلاتة والله يعني فيه ستات والله فيه ستات كده والله انا اعرفهم ستة فعلا بتخطب لجزء مرة والتانية والتانية لا بص هي تقولك انا ميلي انا قريدي كاتب لي مش عارفة ايهم ومستقبل عيال فعشان اي يعني ايه دي شركة كده الموضوع بس بصي بس هي بتبقى كل الكنترول عندها هي مسكل حكاية عندها لكن انا معتقدش اندحي طبعا على كل الستات الست برضو من حقها هني بقى جزء حبيبها لوحديها يعني خاصة لو بتحبه لكن نوعية اعتدال ديت هي مش هميمها برضو هي برضو ستة هي بتحب حاجة تانية جيل جزء اه وبعد نشوفي انوشكا يعني انا بقى طبعا سيزا انوشكا كانت لك العطاق لا هيك التوت وقلني انتي انا مش موجودة انا عايز مشاهد كتير معيك يعني انا وانا استمتعت مش هالمشكلة الصراح يعني لا انوشكا طبعا برضو في حتة تانية يعني عشق يعني اه مين ما يحب مش انوشكا اه والله العظيم يعني كان عندك فرص كبيرة لشغل مع نجمات كبار بحجم انوشكا ووفاء عامر طبعا اشتغلت والله مع ناس انا كنت يعني من حسن حظي ان ربنا كرمني وقابلت ناس كبار اشتغلت مع ناس كبار يعني اشتغلت مع استاذة الليلة علوي ودي برضو يعني استاذة طبعا الجميلة الليلة علوي يعني برضو استاذة الليلة علوي بتدخل كأنها اول مرة تمثل بتحضر ادواتها وتبقى حفزة وتبقى يعني ناس كتيرة ناس كتيرة مش عايزة نسحد بس انا فعلا بجد الحمد لله كنت محزوزة ان ربنا كرمني بنجمات وفنانات يعني كنت يعني اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم يعني الحمد لله